من جانب ان اخر شاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بالبطولات التي يسطرها الابطال الميامين في جبهات الضالع وما يقدمونه من نموذج في التصدي الشجاع لميليشيات الحوثي وتلقين عناصرها المتمردة هزائم قاسية ومذلة جاء ذلك خلال اطلاع رئيس الوزراء في اتصال هاتفي اجراه مع قائد محور الضالع قائد اللواء ثلاثين مدرع العميد هادي العولقي على مستجدات الاوضاع في جبهات الضالع وتطورات العمليات الميدانية والقتالية على ضوء التحشيد الحوثي المستمر لتحقيق اي اختراق وافشال كل تلك المحاولات وتلقين الميليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد وجدد الدكتور معين عبد الملك التأكيد على ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لن تتوانى في تقديم جميع اشكال الدعم والمساندة للقوات المشتركة لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع بميليشيات الحوثي مترحما على ارواح جميع الشهداء الابطال الذين يقدمون ارواحهم رخيصة من اجل استكمال انهاء الانقلاب واجهاض المخططات الايرانية ومشروعها الهادف لزعزعة الامن والاستقرار في دول الجوار والمنطقة وابتزاز المجتمع الدولي ووجه رئيس الوزراء بالاهتمام باسهر الشهداء ورعاية الجرحى والمصابين مؤكدا ان تضحياتهم لن تذهب هدرا وستظل محل فخر واعتزاز جميع ابناء الوطن واستمع رئيس الوزراء من قائد محور الضالع الى شرح حول الوضع العسكري في جبهات القتال بمحافظة الضالع والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لاستكمال تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة ميليشيات الحوثين